موسيقى انا حاسس داخل في نوبة اكتئاب لا ما هو انا الظروف الاقتصادية ما عشان خطر عندي ديون فلازم ادايق ادايق نفسي فانت احيانا بتلقي اللوم على الضغوط الحياتية بتهرب منها من السبب الرئيسي فتشعر بحاجة اسمها الاطراب الوجدان ايه الاطراب الوجداني ده ايه اسبابه ازاي نقدر نعالجه ازاي نهرب من الضغوط الحياتية بشكل كبير جدا ازاي نعرف نفسينا احنا داخلين على مرحلة اكتئاب ونحاول بقدر الامكان نتخطى هذه المرحلة لان زي ما حضراتكم عارفين ان موضوع الاكتئاب ده يعني قولت درجات للتعب النفس بشكل كبير فعشان كده مش عايزين نقول اه كلنا بنمر بضغوط حياتية واحنا عارفين الظروف المعاشية صعبة جدا 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 وخاصة في هذا التوقيت ولكن لو كل واحد فينا سب نفسه كده مع امور الحياة هي اللي تسيره اعتقد مش هيبقى شخص ايجابي وللأسف هيصاب بالكثير من الامراض النفسية اللي بتعقد له الامور الحياتي عشان كده اخترنا لكم النهاردة مشاهدين الكرام موضوع اعتقد يعني هينال اعجاب حضراتكم ده في المقام الاول ان شاء الله وكمان هنتعرف اكثر عن الاطراب الوجداني طيف اللي مشرفني في هذه الفقرة صديقة العزيزة المحترمة لسازة الدكتور مهاب عبد الباقي استشارة الامراض النفسية وعلاج الادمان اهلا بيك دكتور اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك ربنا بارك فيك اعتقد ناس كتير جدا بتسمع يعني ايه الاطراب الوجداني بتسمع لأ انا داخل على مرحلة اكتئاب عرف لي كده في البداية ايه الاطراب الوجداني وهل ده مرحلة مرحلة الاجتئاب اعمل عكس الاجتئاب مرحلة من مرحلة الاطراب الوجداني هو الاطراب الوجداني ده مرض المرض ده بيبقى الاجتئاب جزء منه هو مرض حاد بيتميز انه هو بيحصل تقلب حاد في المزاج وتقلب حاد في المزاج ما بين قطبين عشان كده هو اسمه اضطراب وجداني الثنائي القطب احدى مسمياته بالمناسبة ده من اكتر الامراض اللي تسمت يعني له اسامي دلع كتير اهتموا بتسميته من زمان يعني فهو احدى تسميته الاضطراب الوجداني الثنائي القطب والمقصود هنا بثنائي القطب انه هو له قطبين قطب اكتئابي وقطب هوسي قطب فيه اعتلال شديد في المزاج وقطب فيه انشراح حاد في المزاج وما بين اللي هو اقصى الضدين يعني بيتمن مرض الاضطراب الوجداني وعشان كده هو ما بيبقاش الشخص ده بيبقى شخص دايما المريض بهذا المرض بيبقى مثير للجدل وعلامات الاستفهام يعني اللي يشوفه في نوبة الهوس ما يشوفوش ما يشوفوش في نوبة الاكتئاب يعني يعني اقصى اقصى ضدين يعني والموضوع هنا لما بنتكلم عن الاضطراب الوجداني بنتكلم عن تقلب حد في المزاج مش الشكل العادي من تقلب مزاجنا اللي هو طبيعي ان احنا اصلا مزاجنا مش بيمشي في شكل ستريت لا احنا طبيعي انا حصل موقف النهاردة زي ما انت تفضلت في المقدمة ضيقني موقف بقيت مبسوط فطبيعي انه المزاج بتاعنا ما بيبقاش فكسد ما بيبقاش سابد أو ستريت لا القصة انه بيحصل تقلب لكن في الاضطراب الوجداني التقلب الحاد وغير مرتبط بالمؤثرات الحياتية يعني يعني مفيش مسبب حياتي واضح مسبب ان هو النهاردة عنده نوبة اكتئاب ومفيش مسبب واضح يعني يقول ان هو عنده نوبة هوس تمام يمكن نقدر نقول ان واحد ممكن يكون فرحان في نفس اللحظة بعدها يحس بحاجة من الاكتئاب ده ما بينهم الاضطراب الوجداني عايز اعرف امتى يبدأ المرض في الظهور امتى يشعر المريض ان هو عنده اطراب وجداني لازاي ما احنا عارفين كلنا الاكتشاف المبكر للمرض اعتقد بيساهم بشكل كبير جدا في العلاج المبكر ايضا ازاي نكتشف الاضطراب الوجداني ده يا فندم ويمتى علامات ظهوره مش بس كمان للشخص نفسه اللي حواليه ازاي يعرف ان الشخص ده عنده اطراب وجداني هو مبدئيا هو الاضطراب الوجداني على عكس معظم الامراض النفسية هو مرض لكل الاعمار يعني بنشوفه في الاطفال بنشوفه في المراهقين بنشوفه في فترة الشباب بنشوفه في فترة الكبر يعني والنضوج يعني بنشوف حالات من ستة او سبع سنين لحد خمسين وستين سنة كل دول ممكن يحصل لهم الاضطراب الوجداني امتى المريض يقدر يشك ان هو عنده اطراب وجداني عادة مريض الاضطراب الوجداني ما بيبحثش عن العلاج غير لما بيبقى فيه عنده نوبة الاكتئاب عنده اعتلال شديد في المزاج عنده كسل عنده عدم قدرة على العمل عنده حزن شديد عدم الاستمتاع بالحياة عدم الرغبة فقد الدافعية ما عندهش طموح ما عندهش هدف فكرة ان هو يصحى من النوم عشان يغسل وشه وانا عايزة احلها الا انه في خلال العشر سنوات اللي فاتت دي الموضوع اتحسن كتير اتحسن كتير وطبعا الميديا والبرامج المحترمة يعني بما فيها برنامجكم اللي انا بشرف اللي انا معاكم فيه احنا بنغير وعي الناس بنبدأ نفهمهم يا جماعة لا ده 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 مرض وسهل انه يتعالج وقصة مش هتبقى هي دي المشكلة فالميديا سواء اعلام سواء سوشيا الميديا سواء جرائد هي كل دي بتغير من وعي الناس بس انا عايز اقول ملحوظة زي ما قلت ان الستات هم اكثر تقبلا الطبقات الفقيرة اكثر تقبلا للعلاج النفسي وده على غير طبقات الناس يقولك اه لا ده لو ليفل وده هاي ليفل لا خالص لا اللو ليفل ما عندوش المخاوف الزائفة التي قد تكون عند الطبقة الاكثر مثلا في يعني غنى مثلا لا هو ليس لديه ما يخشاه خلاص انا عندي مشكلة وعايز وما عنديش رفاهية المرض النفسي يعني يا دكتور انا جاي لك لاني ما عدتش عارفة اطبخ للولاد يا دكتور انا جاي لك لاني مش عارف اشتغل ولو منزلتش الشغل مش هعرف ااكل العيال فما عندوش رفاهية ان هو يمرض نفسيا صحيح فبيبحث عن العلاج ف عشان كده رفير بلجاله من مشاهداتي انا الشخصية ان انا شايف انه الطبقة الدنيا اقتصاديا هي اصبحت اكثر وعيا بالمرض النفسي من الطبقة العليا طيب حضاك تفضلت مشكورا دلوقتي شرحت لنا طرق العلاج الخاصة بالاطراب الوجدين وايضا ازاي ممكن يكون ليه الاسرة او المجتمع عامل الرئيسي في العلاج مش بس علاجة الدوائي طيب امت نقول ان مريض الاطراب الوجداني او زهان الهوس والاكتئاب يدخل المستشفى ااا يعني أو يضطر المتعالج في المستشفى مبدئيا لو اول حاجة لو هو المريض غير مستبصر بمرضه لانه عادة مريض الهوس ازاي ما قلنا هو جاي بيبقى جاي وخصوصا لو هوس حاد بيبقى غير مستبصر بمرضه انا مش تعبان يا جماعة انا كويس هو انا يعني عشان بقيت بنزل الشغل و بقيت نشيطه بتاع انتوا جايين تودوني مستشفى او مريض الاكتابة انا ما فيش حاجة انا ارفت منكو ارفت من الناس و ارفت من الدنيا و هيقسبوني الواحدة فسواء هذا المريض او هذا المريض غير مستبصر بمرضه غير رافض للعلاج فالقانون بيدينا الاحقية دلوقتي في مواد للقانون فيه بينطبق على هذا المريض مادة 13 المادة 13 دي اسمها الحجز الالزامي ازاي ان المريض دلوقتي اصبح عنده فقد جزئي للأهلية ان هو غير اهل ان هو يخطط لحياته في هذا الوقت فبيتم حجزه الزاميا ان هو بيتم حجزه على غير قرطه وهنا القانون بينظمها انه لازم الطبيب النفسي هو اللي يقيم حالته وبنبعت للامانة العامة للصحة النفسية بحالة المريض وبيبعت طبيب اخر غير غير طبيب اللي بيعالج نفسه غير المؤسسة بحيث انه يبقى رأي اتنين اطباء يقيم حالات المريض وبنذكر المريض واحد واحد يعني الدولة هي اللي بتكفل حقه بقى في القصة دي ومن هنا انا حب اشكر الامانة العامة للصحة النفسية فعلا يعني الناس فعلا مختمين جدا وبالعكس مش بس كده بس لما بيبقى عندنا حالات غير قادرة واحنا كمؤسسة احنا المؤسسة اللي انا بنتمي ليها بتقدم جزء دعم بس قدراتنا على دعم المرضى ما بنقدرش فنتواصل مع الامانة وبيوفروا لنا اماكن للأسف الاماكن اللي هو العلاج المجاني ما بتبقاش كافية فهم يعني اللي بيقدروا عليه بيعملوه يعني بحب بشكرهم في القصة دي وانا بضم الصوت الصوت حضاءكم بنشكرهم طبعا طالما اي جهة قايمة على دورها على اكمل واجبين حقيقة وده اللي محتاجين للحياة بكل جهات المجتمع لو احنا حابين فعلا ننهض بالبلد فالحالة اللي هي غير اللي هو المريض غير مستبصر او المريض عدواني او المريض عنيف او هو لو في نوبة الاكتئاب عنده افكار انتحرية او فكر في ايزاء نفسه او لو مريض هواس انخرط في اعمال تهدد امنه وسلامته او تهدد الاخرين فاصبح هنا الحجز الازالي وبالمناسبة مريض الهواس الحجز بتاعه ما بيبقاش طويل جوه المؤسسة ومجرد بس ان احنا نعدي الاكيوت فيز او النوبة الحدة ودي بتتراوح من اسبوعين لستة اسابيع يعني ما بزيدش ابدا ابدا عن ستة اسابيع يعني وده لايخي نأسر حدك عشان نضح الصورة برضو للسادة المشاهدين علاج مرضى الاضطراب الوجداني لو الحالة مثلا بسيطة والحالة متوسطة والحالة مستعصية شوية بتاخد فترة العلاج تقريبا من كامل كامل او من قديل قديل يا فاني احنا خلينا نفرق ما بين علاج النوبة الحدة ω العلاج الوقائي جميل العلاج النوبة الحدة ده عادة زي ما قلت قلت الوقت من Forbes لستة اسابيع عادة ما بتقلش عن كده وعادة ما بتزيدش عن كده جميل بيبقى في الرنج ده لكن العلاج الوقائي لا العلاج بيبقى فترات طويلة لو هي او النوبة بيبقى العلاج الوقائي ما بيتحدداش سنة كويس الا لو النوبة الاولانية دي كانت نوبة الحدة جدا كانت سببت اعاقها ما للمريض يعني مثلا حصل تدهور في حالته الاجتماعية فقد وظيفته فقد زواجه فقد اي حاجة صحية او ما شابه او تعرض لمشكلة قانونية اصبح ان انا لا ما بلجأش للسنة الوقائية لا اكتر من كده فدي النوبة الاولى لكن لو مريض متعدد النوبات او مريض عنده تاريخ اسري قوي ان هو جوة اسرته يعني اكثر من حالة لان هو المرض ده يعني مثلا انا قلت في الاول ارنست همينجوي ارنست همينجوي انتحر جده انتحر اخو انتحر اخته انتحرت حافيته انتحرت فاسرة واحدة كان عندها المرض متفشي فيها رغم انهم ما اسرة نكحة جدا ارنست ده جائزة نوبل وكان محارب وحارب في الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية التانية لانه ده ملوش علاقة ابدا بانه انت عندك مشكلة عندك مشكلة لازم تتعالك فالعلاج الوقائي لحالات شبيهة ده انه هو متعدد النوبات او تاريخ اسر قوي لا بيبقى سنوات اطول من كده ودلوقتي لانه برضو فيه استجمة مش بس للمرض النفسي للعلاج النفسي يعني الناس زي ما هي تقولك المرض النفسي وعار يقولك العلاج النفسي انا هبقى مدمنه انا هفضل ااخد العلاج العلاج هيأثر على قدريتي الجنسية هيتخني هيخلي شكلي مش حلوة هيخلي هيخلي كل دي حاجات هقول مفيش دخان من غير نار لانه كان زمان الادوية القديمة فيها بعض الاعراض الجانبية لكن دلوقتي مع تقدم الطب فيه ادوية حديثة ملهاش اي اعراض جانبية فيه اساليب علاجية حديثة الناس بيعيشوا حياتهم وبيعيين جدا 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 مش بالصورة اللي بيهولوا بيها الموضوع يعني او بيقولوا ليها اعتقد موضوع هام جدا انا بشكر حاضر جدا بالمناسبة جماعة دكتور مهاب هو صاحب الفضل في اختيار هذا العنوان وهذا الموضوع ادراكا منه لو قيمة هذا المرض لما نجي نعالجه لدى الكثير من المصريين في ظل الضغوط الحياتية اللي احنا بنعيشها دلوقتي ما نستسلمش ايا كانت الاسباب وايا كانت الظروف لأي مرض مش بس كمان المرض النفسي ولكن اي مرض في حياتك حتى لو دور برد ما تسكتش عليه لو انت حاب تكون انسان ايجاب وتحافظ على حياتك وعلى حياة اسرتك بتقدم لك بخلاص الشكر حبيبي الغالي ازاز الدكتور المحترم دكتور مهاب عبد الباقي استشارة الامراض النفسية على جلد من شكرا لك يا فندي مشرفتين وتحايا لك حضرتك ونورتين شكرا لك يا عاصم شكرا لك شرفتين بعد الفاصل مشاهدان الكرام لسا مكاملين مع حضرتكم فقرة خاصة لرابطة محب مصر بعد الفاصل انتظروا